بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُظلَّ له ومن يُظلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات من الآية المية والتاسعة والثلاثين وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ فَالْتَقَمُهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزْدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ وقد ذكرنا في الدرس السابق طرفاً من قصة يوسف عليه السلام من قصة يونس عليه السلام فإن الله عز وجل ذكر قبله في هذه السورة جملةً من قصص الأنبياء الذين دعوا قومهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وما حصل بينهم وبين أقوامهم وما أكرمهم الله عز وجل به من البراهين والنصر المبين وختم قصة الأنبياء بقصة هذا الرسول الكريم يونس بن متى عليه جميعًا صلوات الله وسلامه وذكرنا لكم أن جميع الرسل هم يدعون إلى دين واحد وهو دين الاستسلام لله عز وجل وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ومنهم يونس بن متى فإن الله عز وجل أرسله إلى أهل نينوى في جهة العراق إلى قوم كثير مئة ألف أو يزيدون وأنهم لم يؤمنوا به في البداية فتوعدهم بالعذاب من الله عز وجل ثم لما لم يأتهم العذاب وكانوا يراجعون أنفسهم لكنهم لم يعلنوا إسلامهم فخرج من بينهم ولم يستأذن ربه في الخروج ولهذا اعتبرت هذه مما يلام عليه ولهذا عقبه الله عز وجل بأن التقمه الحوت فلما خرج من بينهم راجعوا أنفسهم ثم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل وخرجوا إلى الصعدات يجأرون خوفا من العذاب فتاب الله عليهم وأما يونس عليه السلام فإنه ركب في فلك مشحون يعني فيه حملة ثقيلة فلما ركب في هذا الفلك وزادت الحمول في هذا الفلك كاد أن يغرق فرأى أصحاب الفلك أنه لابد من أن يخفف من الركاب الذين فيه ولكنهم كيف يختارون من يرمون به في البحر فلجأوا إلى القرعة والقرعة هي أن تختار بطرق معروفة ومن جاءت عليه هذه القرعة فإنه يرمى به فكان من الذين جاءت عليهم القرعة يونس عليه السلام فكرروا القرعة ثلاث مرات وهذه القرعة كلها تصيب وهذه القرعة كلها تصيب يونس عليه السلام من من يخفف من هذه السفينة ويرمى به في البحر فعند ذلك أرمى بنفسه في البحر فأرسل الله له حوتا فالتقمه هذا الحوت ولكن الله أوحى إلى هذا الحوت أن لا يكسر له عظما ولا يجرح له جلدا وإنما يأكله هكذا يدخله في بطنه فبقي في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى والمفسرون لهم كلام هل بقي ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو أقل من ذلك وكل هذا لا دليل عليه لكنه لبث في بطن الحوت حتى صار سقيم وبمعنى أنه علي المريض سقيم ولجأ إلى الله عز وجل ودعى بذلك الدعاء الخاشع الذي ابتدأه بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولهذا من أفضل ما يبدأ الداعي به في دعائه هو الثناء على الله عز وجل وإعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وارتفع الدعواته إلى الله سبحانه وتعالى فمن الله عليه عز وجل واستجاب له فقذفه الحوت خارج البحر بالعراء كما ذكر الله عز وجل يعني على الساحل في أرض عارية وهو سقيم يحتاج إلى ظل ويحتاج إلى طعام حتى يتعافى من هذا المرض فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين واليقطين هو الدباء شجرة الدباء وهذا الشجر أوراقه عريضة وباردة تضلل على هذا الجسم السقيم وقيل إن أيضاً هذه الأوراق لها خاصية تطرد الحشرات بحيث لا تنزل على جسمه السقيم وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى سخر له غزالة كبيرة من هذه الوعول الكبيرة من أناث الوعول فكانت تأتيه في المساء والصباح حتى تضع ثديها في فمه عليه السلام فيشرب من حليبها حتى عفاه الله عز وجل وهنا فيه وقفات من هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل ومنها أولاً إثبات الرسالة ليونس فإن يونس عليه السلام لما حصل منه ما حصل ظن بعض الناس أنه ليس برسول وظنوا أن الرسول لا يحصل منه خطأ ولهذا أثبت الله عز وجل أنه رسول وإن يونس لمن المرسلين وهذا الخطأ الذي حصل من يونس لا يقدح في منزلته كرسول ونبي لأنه تاب منه وتاب الله عز وجل عليه والأنبياء ما يحصل منهم من خطأ فإنهم يتوبون وتكون حالهم بعد التوبة أفضل وأكرم من حالهم قبلها فهذا آدم عليه السلام حصل منه ما حصل وكل نبي يحصل منه شيء من الخطأ فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويعلي الله قدره وشانه بالتوبة وهذا لا يقدح في عصمتهم فإن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام هم معصومون من الشرك ومعصومون من الكذب لأن الكذب يقدح في رسالتهم ومعصومون من الخيانة فلا يخونون ولهذا كان الرسول عليه السلام يقول ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين الأعين فهم معصومون من الكذب ومعصومون من الشرك ومعصومون من الخيانة ومعصومون من مساوي الأخلاق فلا يسرقون ولا يزنون وكل ما فيه دناء من الأخلاق فهم معصومون من ذلك وهذا فضل من الله ولأنهم في مقام القدوة وليقتدي بهم الناس وما يحصل من خطأ من بعضهم فإنه لا يقر عليه وإنما يصحح له عن طريق الوحي ويعدل له ما وقع فيه من خطأ وينبه إلى ذلك ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى يعني لا يظن شخص ويغتر بطاعته وعبادته فيقول هذا القول فإن منزلته لم تنزل وإنه رسول ومع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فإن أولو العزم من الرسل كانوا أشد صبرا لكن أيضا بقية الرسل فهم أصحاب صبر وهم قدوة ولا يقدحوا في سيرتهم ما يحصل منهم من أخطاء ولهذا نال أعلى مرتبة وأعلى مرتبة هي مرتبة الرسالة أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها البشر هي مرتبة الرسالة وقبلها مرتبة النبوة والفرق بين الرسالة والنبوة أن النبي هو من أنبأه الله بالوحي من أنبأه الله عز وجل بالوحي إما عن طريق الملائكة وإما يقذف الله عز وجل الوحي في قلبه وإما أن يرى رؤيا صادقة صالحة ورؤيا الأنبياء حق فهم لا يرون إلا رؤيا صالحة صادقة فهذا نبي لكن إن أرسله الله عز وجل يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل فهذا رسول فأعظم منزله أن يبعث الله عز وجل عبداً إلى أناس يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل هذه أعلى مرتبة وهذا بخلاف ما يقوله بعض المتصوفة الذين يقولون أن الولي مرتبة الولاية أعلى من مرتبة الرسول فعندهم إن الولي أعلى من الرسول وهذا كذب صراح فلا أعلى من مرتبة الرسالة ولهذا هم يحكون خرافات ويقولون إن الولي تنكشف له الحجب ويأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة والرسل يحتاجون إلى واسطة بمعنى أن الملائكة تنزل بالوحي والذي يأخذ بغير واسطة هذا أفضل من الذي يأخذ بواسطة لكن من قال هذا؟ أين هذا؟ من قال هذا؟ هذا كله من التخرصات التي ظنوها وليس ذلك بصحيح وأعلى منزلة يصل إليها البشر هي منزلة الرسالة ولهذا لما تكلم العلماء أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر والملائكة كما تعلمون خلقهم الله عز وجل لعبادته فهم لا يعصون الله عز وجل طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون وكان الذي رجح أن صالح البشر أفضل من الملائكة استدل بأشياء منها أن صالح البشر في الجنة منعمون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم وهذا يدل على منزلتهم ومنها أنهم في هذه الدنيا يحفظون هذا العبد ومنهم رقيب وعتيد إلى غير ذلك فالملاكة لا شك أنهم في منزلة عليا وأيضاً بما يستدلون به أن بعض الصحابة لما ذكروا أنهم يكونون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقرأ عليهم القرآن ويحدثهم عن دين الله عز وجل فتخشع قلوبهم لذكر الله ويكونون في حالة إيمانية مرتفعة فلما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو تكونون على الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وإن يونس لمن المرسلين وثم ذكر قصته التي ذكرت لكم طرفاً منها إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم يعني حصرة القرعة فكان من المدحضين من الذين وقعت عليهم القرعة ولهذا استدل بعض العلماء بمشروعية القرعة لأن دين الأنبياء السابقين إذا لم ينسخ في شريعتنا فهو دين لنا يعني ما حصل من الأنبياء السابقين وما فعله الأنبياء السابقون إن نسخ في شريعتنا فنحن مكلفون بشريعتنا وإن لم ينسخ فهو دين لنا فهذه القرعة عندما تتساوى الأمور ولا تستطيع أن تفصل بينها إلا بموضوع القرعة فهي مشروعة والقرعة يعرفها الناس والقرعة فيها فرق بينها وبين الميسر فإن الميسر فيه شبه من القرعة لكن الميسر ما هو عن تساوي الحقوق يعني إن من يكون الإنسان غانم أو غارم هذا الميسر إن من يكون غانم أو غارم بخلاف القرعة لما تقسم الأشياء فلا يترجح لك هذا القسم أو هذا القسم فتلجأ إلى القرعة هذا إذا لم يكن هناك وسيلة لإثبات الأمر إلا القرعة فهي مشروعة من هذه الزاوية فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم يعني قد ارتكب ما يلام عليه وجل المفسرون أنه غضب من قومه وخرج قبل أن يأذر الله عز وجل له فتاب الله عليه بعد قومه فرجع بعد ذلك إلى قومه وأرسله الله عز وجل إلى مائة ألف أو يزلون ثم قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وهذا فيه دلالة عظيمة على أهمية العبادة في حال الرخاء لأنه كان من أهل التسبيح وأهل الصلاح وكان يرفع له عمل صالح فنفعه هذا في حال الشدة ولهذا جاء الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لأن العبادة في حال الرخاء لها منزلة كبيرة وأما في حال الشدة فحتى الكفار يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى يعني الشدة إلى جاءت دفعت العبد إلى اللجوء إلى الله عز وجل حتى وأن كان مشرك ولا كافر ولهذا كان المشركون وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لكن العبادة في حال الرخاء لها شأن آخر لأن الإنسان في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى قد يقسو قلبه ويغفل ونحو ذلك فمن كان عابداً في هذه الحالة فإنه إذا ألمت به شدة نفعه ما كان يقدمه وتأمل في قصة أصحاب الغار فإن من هذا الباب أصحاب الغار الذي آواهم المبيت في غار وهو كهف ثم جاءت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم الغار فكل منهم تذكر العمل الذي كان يخلص لله به في حال الرخاء ما هو بحال البلاء الآن في حال الرخاء فأحدهم بار بوالديه والآخر تعفف عن الزنى والثالث تعفف عن أجرة الأجير وأحسن له في أجرته فنفعهم الله عز وجل في حال الشدة بتلك الأعمال التي في حال الرخاء وهذا التعليل واضح هنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني يكون قبر له إلى يوم البعث لكن الله عز وجل تاب عليه وأخرجه من بطن الحوت فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وهذا متاع الدنيا إلى حين لا يمكن أن يستمر متاع الدنيا ولا يمكن أن يستمر حياة الإنسان كل متاع الدنيا وكل هذه الدنيا فهي إلى حين لا شك في ذلك فهي شيء محدد له حين وقت يتمتعون فيه إلى حين الذي حدده الله تبارك وتعالى لهم ثم قال الله عز وجل بعد هذه القصة من النبي الكريم ذكر بعد ذلك ما كان يعارض به كفار مكة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد على افتراءاتهم الباطلة فإن كفار مكة كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ويزعمون إن الله تزوج جنية من الجن فجاءت جاءت الملائكة بنات لله من هذه الجنية ولهذا هم يعبدون الملائكة بناء على نسبهم المتصل بالله سبحانه وتعالى وهذا عقيدة فاجرة كافرة وهي شبيهة بعقيدة اليهود وعقيدة النصارى فإن النصارى لأن عيسى جاء من غير أب قالوا إنه ابن الله واليهود قالوا عجير ابن الله وكفار العرب قالوا الملائكة بنات الله وهذا فيه من الفحش والظلم الشيء العظيم من حيث أنهم جعلوا إن الله يتزوج وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإن الزوجة محتاج إلى زوجته والله سبحانه وتعالى غني عما سواه لا يحتاج إلى زوجه ولا يحتاج إلى ولد لأن الولد فيه شبه من أبيه والله عز وجل ليس كمثله شيء فهذه يعني من القباحات التي يكذبون بها أضف إلى ذلك أنهم كانوا لا يرعبون في البنات ومن المعلوم أن الذكور أفضل من البنات ومع هذا ينسبون إلى الله يعني ما اختار أولاد وإنما اختار بنات ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لهم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون يعني أعطاكم الشيء الطيب البنين وهو أخذ البنات فاستفتهم وهم ما هم أهل للفتوى لكن المراد اسألهم يعني من باب التهكم بهم كيف أنتم كيف أنتم تقولون هذا القول يعني البنين يشرفكم بهم وهو يأخذ البنات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون يعني إش درهم إن الملائكة إناث والملائكة لا يطلق عليهم لا ذكور ولا إناث هم خلقهم من خلق الله عز وجل لهم صفاتهم لهم قدراتهم فلا يقال عنهم ذكور ولا يقال عنهم إناث فهنا يقول من أين أتوا أن الملائكة إناث أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون يعني هل هم رأوا خلق الملائكة ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين يعني أن الإنسان لا يقول شيء لو عنده سلطان سلطان برهان هل عندكم برهان مبين بهذا فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين يعني إذا كان عندكم برهان من كتب الأنبياء السابقة فأتوا بهذا السلطان وهو معلوم أنهم ليس عندهم من هذا شيء لكن لبيان أنهم كذب من غير دليل وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا يعني جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا يعني بين الله وبين الجن يعني جعلوا أنه تزوج جنية فصار أنساب لله سبحانه وتعالى وصارت الملائكة بنات الله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يعني علم الجن أنهم سوف يحضرون يوم القيامة للحساب علموا بهذا وإبليس كان يعلم أنه من المحضرين إبليس كان يعلم ذلك ولهذا طلب أن ينظره الله إلى يوم يبعثون فهم علموا أنهم سوف يحاسبون وأنهم خلقوا من خلق الله عز وجل وأنهم ليس بينهم وبين الله نسبا سبحان الله عما يصفون يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأكاذيب التي يصفون الله عز وجل بها سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين يعني إلا ما يصفه به عباد الله المخلصين فإن أهل التوحيد وأهل الإخلاص لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالمراد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص ومنزه عن كل وصف للخلق إلا ما يصفه به أهل الإخلاص والتوحيد الذين يعظمون الله عز وجل فلا ينتقصونه وإنما يصفونه بما يستحقه سبحانه وتعالى ثم قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني أنتم وما تعبدونه من الأصنام فإنكم لا تستطيعون أن تفتنون أحد عن الحق وتردونه في صفكم إلا من كتب الله عليه أنه من أهل الجحيم فليس لكم القدرة على أن تصرفوا الناس عن الحق بغير ما أراده الله تبارك وتعالى بهم ولهذا اعتبر العلماء هذه الآية من أعظم الأدلة على القضاء والقدر من أعظم الأدلة على القضاء والقدر لأنهم لا يستطيعون إلا من كتب الله عز وجل لا يستطيعون إضلال أحد إلا من كتب الله إضلاله فلأن بعض من الناس يظن أن المعاصي تقع من العبد وهي غير مكتوبة عليه وهذا مذهب خبيث تبناه المعتزلة وغيرهم بل بعضهم يظن أن الله لا يعلم بالمعصية إلا بعد وقوعها ثم احتجوا على ذلك بحجة عقلية شيطانية وقالوا لو علم الله أن العبد يقع في المعصية لا وجب عليه أن يمنعه لا وجب عليه أن يمنعه وقالوا هذا هو الشيء الطيب من الإنسان إذا رأى إنسان يريد أن يقع في المعصية فيجب عليه أن يحذره من الوقوع بالمعصية فإن لم يحذره فوقع الشل له انظروا كيف يقيسون الخالق على المخلوق وهذه فترة أهل الانحراف أنهم يقيسون الخالق على المخلوق ونسوا الحكمة من كون الله عز وجل خلق العباد بهذه الكيفية لأنه خلقهم للاختبار والامتحان وهنا جنة وهنا نار فلو كان لو أراد الله عز وجل أن يكون الناس كلهم على دين صحيح لا يعجزه شيء لكنه ما أراد ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولهذا هؤلاء الذين تفلسفوا وأنكروا ما ثبت في الآيات وبالسنة من بعض الأحكام بعقولهم القاصرة ظلوا ضلالا بعيدا ومن أسعده الله عز وجل بالالتجام والكتاب بالسنة فإنه يؤمن بها ويسير عليها وما عرفه آمن به وعمل به وما أشكل عليه فإنه يؤمن به لو فرض أنه أشكل عليه شيء ولا يعرف معناه فيعلم أنه لا يأتي من الله إلا الحق وأن اللبس الذي حصل إنما هو في ذهني هو لأن ذهنه كليل ولهذا ما عرفه العبد من دين الله عز وجل تمسك به وعمل به ومن التبس عليه معناه فإنه يؤمن به ويؤمن أنه الحق ويؤمن أن دين الله لا يناقض بعضه بعضا فلا تناقض بين الآيات ولا تناقض بين الأحكام ولا تناقض بين الأحاديث وإنما أحيانا التناقض يأتي في ذهن الإنسان فيظن هذا معارض لهذا وهو ليس كذلك يظن أن هذا يعارض هذا وهو ليس كذلك فإذا عرف الحق وعرف الأدلة زال عنه هذا اللبس ولهذا ترون أن بعض العلماء الآن ألف في مشكلة القرآن ومشكل الحديث والمراد بهم مشكلة يعني أشكلة على بعض الناس ولا ما فيه مشكلة القرآن ليس فيه فيه تعارض والسنة ليس فيه تعارض لكن بعض الناس التبس عليه الأمر فصار عنده إشكال وهذا لنقص علمه ولنقص فهمه وهذا يحصل من الذين لم يرسخوا في العلم ما عندهم رسوخ ما عندهم إدراك للأدلة فمن كان عنده رسوخ فإنه يؤمن به ويعمل به ويعرفه ويبينه للناس ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله يعني يعلمون تفسير القرآن فيفسره جميعا ما اعتذر عن آية وقال هذه لا أعرف تفسيرها كان يفسره لأن الله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك وفتح عليه بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقفه في الدين وعلمه التأويل فهنا قول الله عز وجل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين يعني لا تستطيعون أن تفتنوا أحدا وتحملوه على مذهبكم وعلى دينكم الباطل إلا من هو صال الجحيم فهذا هو الذي كتب الله عز وجل له إنه من أهل الجحيم ثم قال وما منا إلا له مقام وعلوم وهذا الكلام عن الملائكة عن الملائكة يقولون وما منا إلا له مقام معلوم يعني مكان معلوم يعبد الله عز وجل فيه ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأت والأطيط يعني صوت من الثقل يعني أصدرت السماء صوت من ثقل الملائكة الذين عليها ويعبدون الله فيها قال ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد ثم قرأ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ولهذا شميت هذه الشورة الشورة الصافات فمن هم الصافات الذين يصفون منهم الملائكة فكانوا يصفون عند ربهم يعظمونه ويقدسونه وكيف يصفون عند ربهم فإنهم يصفون عند ربهم يكملون الصفوف الأولى في الأولى ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم المصلين إلى أن يفعلوا مثل فعل الملائكة بحيث تكمل الصفوف الأولى في الأولى قال ابن كثير قال كان مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من السماء الدنيا الحديث الأول حديث الأطيط عن السماء بشكل عام هنا قال ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّفُونَ أي نقب صفوفاً في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى والصفات صفة وقال أبو نظر كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفوفكم استووا قياماً يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة ثم يقول وإنا لنحن الصافون تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم ويكبر يعني يسوي الصفوف قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وفي صحيح مسلم عن حذيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا وإن لنحن المسبحون أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزه عن النقائص فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه وقال قتاده وإنا لنحن المسبحون قال يعني المصلون يذبتون بمكانهم من العبادة كما قال تبارك وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين والملائكة لا يمكن أن يقول أحد منهم إني إله من دون الله عز وجل لأنهم معصومون خلقوا لعبادة الله عز وجل ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وهذا الكلام يذكره الله عز وجل عن المشركين الذين بُعِثَ بِيهِمُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون أن اليهود كان عندهم كتاب والنصارى عندهم كتاب فهم يقولون لو كان عندنا كتاب لفعلنا مثل ما فعلوا فجاءهم القرآن فكذبوا ولم يفعلوا وإنما مجرد تحجج بالكذب أو كانوا يقولون هذا القول قبل أن يبعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما أشار إليه بن كذير قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكوننا أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ولهذا قال فكفروا به فسوف يعلمون وهذا وعيد وتهديد شديد ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون يعني الرسل منصورون وهذا وعد من الله تبارك وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون وسمي الجند نسبهم إلي جندنا لأنهم يدافعون عن دين الله عز وجل فهم جند لله يدافعون عن الحق وإن جندنا لهم الغالبون لكن ما معنى هذا النصر هذا النصر هل هو في الدنيا أم في الآخرة أما في الآخرة فهذا قطع فإن الأنبياء منصورون لأنهم يوم القيامة في أعلى المقامات وجند الرحمن في أعلى المقامات فهذا النصر متحقق وحاصل لا شك في ذلك وبعضهم قال إنهم منصورون في الدنيا إنهم منصورون في الدنيا وكيف هذا النصر لو كانوا لا يهجمون أبدا أم يحصل أحيان الهزيمة لبعضهم ولهذا قتل بعض الأنبياء فحمل على أغلب الأحوال يعني أغلب أحوالهم هو النصر فأغلب الأحوال أن النصر لأهل الحق والناظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن أغلب أحواله نصر وانتصار وقال بعضهم المراد النصر بالحجة فإن حجة الرسل دائماً واضحة بينا لا غبش فيها فهم منتصرون على غيرهم لأن غيرهم أصلاً ما عنده برهان ولا سلطان ولا حجة فحجة الأنبياء دائماً منصورة لوضوحها وقوة براهينها ولهذا تقوم الحجة على الناس لأن حجة حقيقة ما فيها إشكال يعني ما جاء به الأنبياء فهو تقوم به الحجة على الناس وهذا نصر واضح بي وأيضاً من معاني النصر أنه حتى ما يراه الناس في الدنيا أنه هزيمة فعاقبته هي النصر عاقبته هي النصر له والحصول على الشهادة والحصول على أجر العظيم وهذا نصر عظيم هذا نصر عظيم ولو تأملنا في قصة أصحاب الأخدود فإنهم في لحظات قتلهم الكافر وأحرقهم بالنار فالذي لا يعرف النصر الحقيقي ربما يقول هؤلاء غلبوا وانكسروا وأحرقوا بالنار لكن إذا نظرت إلى عاقبة الأمور فترى أن هؤلاء نالوا أعلى المنازل نالوا أعلى المنازل وهي منزلة الشهادة في ساعات محدودة في ساعات محدودة فإن العبد الآن يعبد الله عز وجل سنين طويلة وهو يريد ماذا سنين طويلة يريد ماذا يريد الجنة يريد الفوز بالجنة والنجاة من الدار فإذا اختصرت له المسافة إذا اختصرت له المسافة فنالها في وقت وجيس أليس هذا بالنسبة له نصر ولا بالنسبة له يعتبر نصر لا شك في ذلك والناس نهايتهم الموت وهذا لا يعني أن الإنسان يقتل نفسه أو يتسبب في قتل نفسه بغير طريقة شرعية لأن بعض من الناس الآن يظن أنه إذا قتل نفسه بالطريقة التي يريدها فإنه استعجل إلى الله عز وجل ولهذا يقع مثل ما ترون من التفجيرات الانتحارية الذي أحدهم يفخخ نفسه ثم يرمي بنفسه في التهلكة وهذا يحتاج إلى فقه الدين فإن هؤلاء قذفوا بهم الكفار ولم يقذفوهم بأنفسهم يعني أصحاب الأخدود قذف بهم الكفار في النار وهم لم يقذفوا بأنفسهم فلم يقتلوا أنفسهم لم يقتلوا أنفسهم ولم يحصل أن أحد من الصحابة قتل نفسه لأجل أن ينال رضا الله عز وجل بل الذي قتل نفسهم من الصحابة من الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن بعض المقاتلين الشجعان كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من شجاعته لا يخرج للمشركين شاذة ولا فاذة إلا هده بسيفه فجاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر من فضل هذا الشجاع المجاهد ويقول ما رأينا مثل هذا الرجل في شجاعته وإقدامه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار يقول الصحابة فحضرني ما حضرني يعني شاء يعني وقع في نفسي هم كبير هذا المجاهد الذي أهلك المشركين بالسيف في النار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن الهواء بوحي فيقول هذا الصحابي ما صار لي ما صار لي هم إلا نتابع هذا الرجل أرى هذا ماذا يصنع يقول فوقعت به جراحة عميقة فلم يصبر من جزع الجراحة فوضع ذباب السيف بين ثدييه فاتكأ على السيف حتى خرج من ظهره واستعجل الموت وقتل نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به بنار جهنم فجاء هذا الرجل المسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد إنك رسول الله وهذا ما هو جديد يعني أنت أصلا مسلم وشاهد أنه رسول الله من قبل وإيش الجديد تقرأ يعني هنا زاد يقينه زاد يقينه لأنه يرى مصداق أعلام النبوة في هذا الرجل فقال وليما يعني إيش فأخبره عن الرجل الذي حصل منه وحصل منه فهذا يدل على أن قتل الإنسان لنفسه ليس مسلكا شرعيا البتة نعم يغامر في الجهات نعم يغامر في الجهات لا حرج في ذلك لكن يقتله غيره لا يقتل نفسه هو فوجد من بعض الصحابة من يغامر في الجهات خاصة إذا كان الأمر يتعلق به بشخصه أما إذا كان مسؤول عن مسلمين فلا يتقحم بهم المهالك رعية عنده هذا إذا كان قائد فإنه ينظر ماذا يغلب على ظنه ولا يتقحم بهم المهالك فإن غلب على ظنه أنه يكسر الأعداء فعند ذلك يقدم وإن غلب على ظنه أنه لا طاقة للمسلمين بهم فله أن يفيع إلى المسلمين له أن يفيع إلى المسلمين ويرجع إلى المسلمين وقصة غزوة موتة من أعظم الأدلة على ذلك بقي مسألة يستدل بها بعض من يقتلون أنفسهم وهي في قصة الغلام الذي قتل أهل الأخدود بسببه وهو أن هذا الغلام رموا به في البحر فأنجاه الله فأرسلوا به إلى قمة جبل ليرمى فأنجاه الله عز وجل فجي به فقال أتريد قتلي وهو يريد قتله يعني هذا الملك الكافر يريد قتله فقال لا تستطيع قتلي إلا أن تأخذ ساهما من كنانتي إلا أن تجمع الناس أولا في صعيد واحد يعني يجتمع الناس كلهم ليروا ماذا يحصل وإذا اجتمع الناس عرفوا أن هذا قتل لأجل التوحيد قتل لأجل التوحيد ولهذا آمن الناس أثر في الناس لما رأوا حماية الله لأنه لما جاء وقيل هذا عجز الملك أن يقتله وأنجاه الله من قمة الجبل ومن البحر إلى غير ذلك فعجز فاجتمعوا الناس ينظرون في هذا الغلام الموحد الذي يدعو إلى توحيد الله عز وجل فأخرج سهما من كنانته وأطلقه عليه فجاء في صدقه فمات فقال الناس جميعا آمنا برب هذا الغلام وهذه القصة لا حجة فيها من وجهين الوجه الأول أن هذا من شرع من قبلنا ونحن ناخذ الأحكام من شريعتنا ونحن قد حذرنا من أن نقتل أنفسنا فإذن لو كان جائز عندهم فهو يحرم علينا أن نقتل أنفسنا الأمر الثاني هذا جاء بأمر غيبي من أين له أنه إذا أطلق السهم عليه وقال باسم ربي هذا الغلام أنه يموت من أين جاء بهذا فهذا أمر غيبي هل قذفه الله عز وجل في قلبه أم ماذا فهذا أمر غيبي فكيف عرف أنه يموت والموت لا يعلمه إلا الله عز وجل الموت لا يعلمه إلا الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت فهل الذي يقتل نفسه الآن علم أن في قتله مصلحة الإسلام والمسلمين كما علم هذا الغلام كما أعلمه الله عز وجل هذا فإن هذا التعليم ما جاء لمن الله عز وجل ولهذا يعني لما تأتي قصص مثل هذه المتشابهات فإن الأصل في المتشابهات أن ترجع إلى المحكم ولا يذهب إلى المتشابهات ويترك المحكم إلا من كان في قلبه زيغ من كان في قلبه زيغ وعنده هوى لحكم فإنه يبحث عن أدنى شبهة وأما المسلم الصحيح فإنه إذا جاءت أدلة متكاثرة وجاء دليل ربما يعني فيه عدم وضوح بالنسبة لغيره أو ربما يستدل به فلا يأخذ هذه المتشابهات خاصة إذا كان الموضوع في حياة وموت لأن القاعدة الصحيحة لأن تخطي في العفو خير من أن تخطي في العقوبة لأن تخطي في العفو خير من أن تخطي في العقوبة يعني لو أخطأت وسلمت خير من أن تخطي في قتلك أو عقوبة شخص آخر ولهذا بعض الناس مثلا يقتل الناس على أدنى أدنى الحجج ويظن أن هذا كافر طيب هل أنت واثق مئة بالمئة أنه كافر أو فيه احتمال قد يقول لك فيه احتمال مدام فيه احتمال يا أخي لأن تخطي في العفو خير من تخطي في العقوبة فلا تقتل لأن تخطي في العفو خير من أن تخطي في العقوبة حتى لو قام عندك مبررات تكفير لكن ما هي قطعية عندك مئة بالمئة فلا تقتله لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوب وهذا الفقه في جمع الأدلة لا يوفق له إلا أهل العلم والذين والذين يعرفون الأدلة ويعرفون طريقة الاستدلال فإن بعض من الناس ينتزع مسألة من المسائل ويستدل بها ويغفل عن أشياء أخر لا يجمع الأدلة يغفل عن أشياء أخر فلا يجمع الأدلة ونحو ذلك ولهذا لماذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فاسألوا أهل الذكر الذين يعرفون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيعون الجمع بين الأدلة ويعرفون العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ حتى لا تأتي خاصة مثل هذا القضايا الكبار التي فيها مثلا تكفير ولا فيها قتل ولا فيها حرب أو نحو ذلك فهذه تحتاج إلى روية شديدة تحتاج إلى روية شديدة ومعرفة للأدلة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وهذه الآية قيل أنها قبل تشريع الجهاد فتولى عنهم حتى حين يعني أتركهم ما دام ما آمنوا بك فاتركهم لكن لما شرع الجهاد ما تركهم وإنما أعلن الجهاد عليهم وأبصرهم فسوف يبصرون وهذا تهديد أنهم سوف يرون صدقك ودلائل نبوتك سواء في الدنيا أو في الآخرة أما الآخرة قطعا سوف يعلمون ذلك أفبعذابنا يستعجلون يعني يستهنون بعذاب الله عز وجل فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين لأن عذاب الله شديد فساء صباح المنذرين يعني من أنذرهم الرسل ولم يستجيب لهذه النذارة فهذا تهديد لهم ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزى خيبر كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وخيبر هي القرى التي في شمال المدينة كان يقطنها قبائل من اليهود فغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما دروا عن الجيش فقد خرجوا من حصونهم إلى مزارعهم ليسوا ما خرجوا بالأسلحة خرجوا بالمساحي فخرجوا فما شعروا إلا والجيش قد دهمهم وذلك لأنهم كانوا قد بلغتهم الرسالة وقد أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة فهم يعرفون الرسول ويعرفون ما يدعو إليه ويعرفون حقيقة الأمر فلذلك ما أخبرهم إلا وقد صبحهم ثم مع هذا أرسل لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام وهم في حصونهم فإنهم لو أسلموا لكف عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنس صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش فرجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس الخميس من أسماء الجيش يعني هذا محمد والخميس والجيش معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين الله أكبر خربت خيبر يعني سوف تخرب الحصون وينتصر المسلمون على اليهود وهذا الذي حصل والحمد لله والمنه إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ثم ختم هذه السورة المباركة بقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك يعني رب من هو ربنا ورب الرسول صلى الله عليه وسلم ورب الخلق جميعا لكن هذه لها معنى خاص يعني لما تقول سبحان ربك للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لها ربوبية خاصة يعني منزلته عالية عند الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتجيرك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة